هذه البناية هي واحدة من أحدث المدارس في محافظة بابل والتي صاحب افتتاحها فرح واحتفال كبير من قبل أهالي المنطقة ظلنا منهم إنها ستخفف الزخم الطلابي في المدرسة القديمة بعد انتقال الطلاب إليها بدأت جدرانها وسقوفها تتساقط على رؤوسهم والكهرباء تنتقل إليهم من خلال الجدران وأنابيب المياه الأمر الذي جعلها مصدر خطر يهدد حياة الأطفال بدلا من كونها مكانا للعلم والتربية التربية أعتقد استلمت من عدهن أربعة فقط استلام أولي وانشغلا هذه البنايات انشغلا بعد سنة من إشغال هذه البنايات تبين أن هناك مشاكل كثيرة بالبناية يعني السقوف الثانوية بدأت تقاع موضوع الكهرباء أكو إشكال في هذه البنايات حيث حتى أكو حالات صارت مناطق تنتل الطالبات والطلاب اللي شغلوا البناية استلام هذه البنايات على هذه الحال يندرج تحت قبايا الفساد الكبيرة في بلدان أخرى لكن في العراق اكتفت مديرية التربية بمنع الصحفيين من دخول البنايات في محاولة لإخفاء الحقيقة عن الناس كما منعنا من دخول باقي المدارس التي لا يختلف الحال فيها كثيرا عن هذه المدرسة منذ 2013 لحد الآن لم تكن هناك أي بناية مدرسية جديدة في محافظة بابل بسبب الشحة المالية والعسر المالي الموجود في المحافظة لذلك نناشد وزارة التربية ونناشد الحكومة المركزية بالتدخل لحل هذه المشكلة لأن اليوم الدوامات وصلت مرحلة أنه ثلاث دوامات وأربع دوامات في المدرسة الواحدة أطلب العلم ولو في الصين لكن في العراق قد يكون العلم سببا في موت طالبه خاصة مع وجود هكذا مدارس تسقط سقوفها وتتسرب كهرباؤها إلى أجساد الطلبة